أي نشاطات اجتماعية ما استعد تضحي فيها كرمال لبسينات؟ أطلع مع الرجال يعني بالنسبة إليك؟ لبسينات أهم من الرجال أي حيوان أليف موجود عندك بالمنزل؟ أي حيوان أليف بتربي أو بتهتم في إنجريد؟ هلأ حالياً عندي ثلاثة بسينات وكلب لكن كانوا أكيد أكيد قبل موجودين معك بالبيت؟ بالبيت، بقودتي وين الحيوانات الأليف التي تربيها لبسينات والكلب؟ وين بسلم قبلوياتك موجودة؟ عندي الشغل رقم واحد وعند البسينات من بعضهم قدي وقت تخصي لتربية الحيوانات؟ الوقت تخصي من وقتها؟ أنا بربي بسينات عنده في البيت وفي نفس الوقت عندي بسينات في الشارع أعطيهم حوالي أربعة أو خمس ساعات بنهار للبسينات؟ إذا أريد أن الوقت التي تعطيه للبسينات والحيوانات بالمقابل قدي الوقت التي تعطيه إنجريد لحالها؟ لأله لا أعطي كثير وقت لحالي حاليا لأنه لا أعطي شيء بحياتي غير شغلة فالشغلة وبسينات هي أهمة من كل شيء المصروف التي تصرفها على البسينات مقارنة مع المصروف التي تصرفها إنجريد على نفسها؟ بالصراحة بصرف عليهم أكثر ما بصرف على حاليا أي نشاطات اجتماعية ما استعدت ضحة فيها كرمان البسينات؟ أطلع مع الرجال مثلا خلينا نقول مثلا عزمني واحد على العشاء الفضل يكون مع البسينات على أن يكون معه يعني اهتمام باللبسينات بالنسبة إليك؟ البسينات أهم من الرجال برأيك؟ أكيد برأيك نعم نتبه برأيك لأنه ما في رجال بالنهاية رجال نحن عم نحكي إذا رجال أوكي بس كلنا عم نشوفهم كورة بها الأيام ذكر عم نحكي في فرق بين الذكر وبين الرجل برأيك أنت شو الفرق بين الذكر والرجل؟ شو يعني؟ الرجل بتحمل مسؤولية الرجل اللي كلمته ما بتصير اتنين الرجل بأفعاله وبيحكيه وبيتصرفاته مع المرأة اللي بيحترم المرأ نعم وبيتقبل كل شي فيها للمرأة مية بالمية الذكر اللي هو اللي بيقلك أنا أفعل ما أشاء واحد هو اللي كتار للأسف صاره وصلت لها الأناعة بعد حكما بعد تجربة بعد تجارب بعد تجارب أكيد لأنه اللبسين يوم أنت تعطيه أو خلينا نقول للحيوانات بس أنت تعطيهم ما بتلبوه شي بالمقابل الرجال إذا بيشربني قهوة بديوا يطلب شي إذا بديوا يخذني على عشاء بديوا يكون في شي بالمقابل من بعد العشاء لا أنا بفضل كون معنا بسيناتي طعميون اهتم فيهم أكل معهم أشرب معهم كون معهم عن أنه أطلع مع رجال وبالنهاية بعرف أنه رح يكون في شي بديوا يستفيد من وراء هذه الطلعة ولكن أيضا الحيوان بيستفيد من صاحبه صاحبه بديوا يطعميه صاحبه بديوا يهتم فيه صاحبه بديوا يجرب يأمن له حاجاته الأساسية لكن الحيوان ما بيخونني إذا أمنت له قبل شوي قلتي لي أنه أنت ما بتعطي وقت لنفسك أنه أنت وقتك كله للبسينات حاليا نعم نعم لما تكون أنت بعلاقة مع رجل لكن أيضا لرجل ما عم تعطي وقت لحالك حكما ما عم تعطي وقت لهذا الرجل اللي ممكن يتزمر من هذا الطرف الثالث اللي يدخل على علاقة ولكن إذا كانت علاقة متوازنة أي طرف الثالث مش ممكن يأثر على علاقة بين الرجل والمرأة جيب لي رجال يكون رجال مش ذكر وبعطيك الوقت بجيب لي رجال